السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واخسله بالماء والسلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة ولا تجعل حفره من حفر النار اللهم مد له في قبره بد بصري اللهم أندل على قبره الضياء والنور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأبي ولزوجي ولأموات المسلمين اللهم ارحمهم برحمتك يا من لا تخفل ولا تنام يقول عليه الصلاة والسلام القبر روضه من رياض الجنة فالمؤمنون الطيبون يجدون قبورهم قطعة من الجنة إذا دخل المؤمن قبره يقول الله للملائكة أفرشوا لعبدي من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يفتح للمؤمن بابا من أبواب الجنة فيأته نسيمها ويشم رأحتها يوسع الله في قبر المؤمن فلا يضيق عليه أبدا ينور الله قبر المؤمن فلا يكون في ظلام أبدا يبشر الله المؤمنين بالجنة في كبرهم فتطمئن قلوبهم ويشتقون إلى يوم القيامة اللهم اجعلنا من ساكنين الجنة يا رب العالمين اللهم اجعل أبي من المنعمين في الجنة هو وأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم أمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن دعيت به استجبت وإن استغفرت به غفرت وإن سئلت به أجبت أن تغمر أبي بنورك وسلامك وعفوك ورضوانك ومحبتك ومغفرتك ورحمتك وأن تجعله آمنا مطمئنا يا رب العالمين اللهم ضاعف أجره واجزه عننا خير الجزاء يا عفو يا كريم اللهم اجعله من سعداء الضار الآخرة وأنعم عليه بسترك تحت الأرض ويوم العرض عليك هو وجميع أموات المسلمين اللهم اغفر له وارحمه يا رب أحب أشكر كل الناس اللي عزوني في وفاة والدي وقول لهم جزاكم الله خيرا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وربنا يمتعكم بالصحة والعافية ويحفظ والديكم ويحفظ أولادكم وربنا يسعدكم يا رب متشكرة جدا جدا على الناس اللي رفعتلي على المنتدى والناس اللي عزتني بالتليفون والناس اللي عزتني على الوطس والله يقول لكم كلكم ربنا يجزاكم خير وربنا يسعدكم وربنا يجزاكم خير يا رب ويكتب أجركم اللهم أمين يا رب العالمين كل من دعا الأبوية ربنا يسعدوا في الدنيا والآخرة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر